أعتذر وأشكر الزملاء اللي بنبهونا صار في مشكلة في الفيديو السابق في الأوديو الآن عم بنعيد هذا الجزء بس عشان الآن زي ما حكينا إنه عشان تصير أو تصير جزء من المجتمع الكندي في كتير أمور مهمة في الاختلاعات مع المجتمع وتعرف إنه هذا المجتمع في حضارات وثقافات متعددة مش وحدة ولا تنتين عم نحكي الآن عن الفرنش والإنجليش الانجليش زي ما حكينا اللي هم عادة يجوا من إنجلتراوس وسكوتلند وعاشوا في كتير مقاطعات خاصة في المقاطعات الجنوبية الفرنش اللي هم بسموهم الانجليش هم انجلافون عددهم حوالي الآن أكتر من 18 هم بالكتاب 18 الفرنكفون اللي هم الفرنسيين فرنكفون اللي هم المتحدثين باللغة الفرنسية معظمهم بعيشوا في مقاطعة كيبيك والمقاطعات الشمالية الشرقية طبعا حكينا في حوالي أكثر من مليون شخص بعيش في أنتاريو فرنكفون يعني بيحكوا باللغة الفرنسية بيحكوا عن حالهم اسمهم فرنكفون أنتاريو الآن في نيو برنزويك اللي هي المقاطعة الوحيدة حكينا عنها اللي بتحكي اللغتين الرسميات في المقاطعة كيبيك لغتها الرسمية فرنسي كل المقاطعات انجليزي إلا نيو برنزويك فرنسي وانجليزي هذا بالنسبة للمقاطعات بالنسبة للحكومة الفيدرالية اللغتين الفرنسي والانجليزي هم اللغتين الأساسيات الآن من الجزء من الفرنش اسمهم أكيدين الأكيدين هم عبارة عن فرنش يجوا على كندا بسكنوا في المقاطعات البحرية اللي جنب على المحيط الأطلسي اللي هم هليفاكس ونيو برونزوك معظمهم سكنوا غاد في الماريتاين بروفينسز في 1604 بدأوا الحدود في 1755 ل 1763 صار حرب فضيعة بين البريتش والفرنش وسببت إنه معظم السكار الأكيدين اللي هم الأصلهم فرنش يترحلوا عن بيوتهم وهذه يسموها Great Upheaval هاي الكلمة مهمة وممكن تسألوك شو معناها هاي الكلمة مهمة وممكن تسألوك شو معناها حسنا الآن نحكي عن الكيبكرز أو سكان كيبك طبعا هم كيبكرز are the people of كيبك هم أهل كيبك ومعظمهم الكيبكرز بيحكوا فرنسي بس في جزء منهم زي ما انتو شايفين هون في جزء منهم بيحكي إنجليزي الفرنسيين لأول اللي إجوا حوالي 8500 فرنسي إجوا في 1600 و 1700 وكانوا يحاولون أن يحافظوا على ثقافتهم عشان هاي كد حاولوا يحافظوا على هذا في 2006 هذا تاريخ مهم البرلمان الكندي اعترف بالكيبكواز بأنهم شعب داخل الشعب الكندي في حوالي مليون كيبكي بيحكوا إنجليزي يعني مش كل الكيبكرز بيحكوا فرنسي في مليون كيبكي بيحكوا إنجليزي وطبعا الثقافة الكيبكية معروفة وعندهم تاريخ رائع من الثقافة والحضارة الآن سوف نحكي عن المهاجرين طبعا معظم المهاجرين الأساسيين اللي يجوا على كندا يجوا معظمهم من البريتش إمباييرز يعني من الإنجليش والسكوتش والعيريش والويلش وهدول يجوا في 1600 إلى القرن العشرين طبعا يجوا ناس كتير برضو من غير هاي المناطق اللي هم الإميغرانس بسموهم راح نحكي عنهم الآن كما نحكي هذا الجزء مهم جدا إنه كتير يجى خلال المتين سنة الماضية على كندا كتير ناس يجوا من دول أو يحكوا لغات تانية على كندا كتير من إطاليا لغاية كتير من أحكاء كتير من أحكي كتير من أدوال كتير من أكتير من اطلال حتما تProducts معظم الأميغرانس يجوا من آسيا معظمهم آسيوين الآن اللغتين أساسيات فرنسي وإنجليزي ولكن للغة الثالثة المحكية في كندا هو وهي ثالث لغة بعد الفرنسي والانجليزي هذا حسب الكتاب في فينكوفر لحالها في 13% منهم صينيين في فينكوفر معروف انها فيها عدد صينيين كثير وفي تورونتو عدد كبير في 7% صينيين الآن اللغة او الديانة الاكثر شيوعا اللي هي الديانة المسيحية واكثر شيء الكاثوليك بعدين تيجي البروتستانت وطبعا في عدد لا بأسة بالمسلمين واليهود والهندوس والسيخ وديانات اخرى وفي ناس كتير ايضا ليس لهم اي ديانات نحكي عن حقوق المثليين محفوظة بالقانون وبيحترم هالقانون وبيحترم حتى في عندهم الزواج 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 الآن في هون شخص اللي هو الولمبيان ماراتون تامر بالي اف نوفا سكوشيا هي من نوفا سكوشيا بلاك ليوليست هاي رح نحكي معانها قريبا هربت من الولايات المتحدة ووجدت في الالف سبعم عجبتكم القناة اما منكم كنتم سبسكرايب لايك كومنت شير